أنتم الآن في نشرة الموجز دخل كل من المغرب وإسبانيا في صدام قانوني بسبب رفض المحكمة الوطنية طلب المغرب تسليمه مواطنا مغربيا متورطا في شبكة للتهجير السري وأفادت مواقع إسبانيا القضاء الإسباني رفض طرب السلطات الإسبانية القاضي بتسليم معني بالأمر بذوء أن الأفعال التي نثبت إليه لا تعد جرائم في إسبانيا وأكدت أن المحكمة الوطنية رفضت تسليم المواطن المغربي كون أن الجرائم التي اتهم بها لا يشملها قانون العقوبة الإسبانية وتابعت بأن القضاء الإسباني شدد على أنه من بين المبادئ الأساسية توافق مبدأ التجريم المزدوج مؤكدة أن التقرير الصادر عن السلطات المغربية لا يضم عناصر كافية لدعم تطبيق مبدأ التجريم المزدوج في الوقت الذي يعتبر المغرب الشخص الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال دولية عنصرا خطيرا في شبكة إجرامية قامت بنقل العشرات من المهاجرين عبر قوارب مططية في خطوط إيجابية قررت محكمة النقد بالرباط لاستجابة لطلب الدفاع الرامي إلى الإفراج عن المعتقل المصري الطبيب عبد البسطة الإمام الذي طالبت السلطات المصرية تسليمه إليها وتم تأسيس طلب الإفراج بناء على المادة السادس والعشرين من الاتفاقية المبرمة بين المغرب ومصر والتي تنص على أنه يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تطلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبنية في البند الثاني فقر ألف من المادة 24 خلال 20 يوما من تاريخ القبض عليها جدير ذكره أن الطبيب المصري المطلوب قبل السلطات المصرية اعتقل بمطار محمد الخامس قادما من الديارة التركية بتاريخ 3 نوانبر 2024 بموجب مذكرة الطلب تسليم صادر عن السلطات المصرية على خلفية صدور في حقه حكم بالمؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة لنظام الحاكم كما أن ابنه كان من ضحايا رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013 أيدت محكمة الاستناف بفاس أمس الثلاثاء الحكم الابتدائية الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو في حق الناشطة الحقوقية سمير القسم عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكانت ابتدائية صفرو قد قضت بإدانة القسم بالحب سلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم على خلفية تدوينات نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكانت السلطات قد أوقفت القسم يوم الخامس عشر أكتوبر 2024 بمنطقة رباط الخير أهرممو وتمت إحالتها إلى القضاء بتهم تتعلق بالتحريض على التكاف جنح بواسطة وسائل إلكترونية لم يتحقق مفعولها بعد والتحريض على التمييز والكرهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية بالإضافة إلى الإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة وسائل إلكترونية يخوض النائب الإسباني خورخي بويو إضرابا عن الطعام حتى التاسع والعشرين نوان بير الجاري تضامنا مع فلسطين وفي متمال صحفي عقده في البرلمان قال النائب البرلماني عن تحالف سومار إنه سيواصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه الثلاثاء المنصرم دعما لفلسطين وتابعين هناك أوقات في الحياة والسياسة لا تكفي فيها الكلمات ويغضو وجود قدوة أمرا مهما كما طالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين إسبانيا وإسرائيل وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لتل أبيب وجعل قضية فلسطين أكثر وضوحا على الساحة الدولية التوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي